رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر ليغضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي في مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على ما لقيه سموه من اهتمام ورعاية مستمرة خلال العارض الصحي كما شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حرصه ومتابعة سموه معربا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والامتنان إلى الشعب العزيز على ما أظهره من مشاعر محبة ومودة مقدرة والإعراب عنها من خلال الإعلانات في الصحف والشوارع أو البرقيات أو في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفالات التي قيمت كتعبير عن فرحة المواطنين بما أفاء الله به على سموه من نعمة الصحة مؤكدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المشاعر الصادقة والنبيلة التي عبر عنها المواطنون والمقيمون والفعاليات الشعبية والرسمية تجسد أواصر الوفاء والمودة التي تجمعنا وتعكس القيم المثلى في هذا الوطن العزيز قيادة وشعبا كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكرى للأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة وكبار المسؤولين فيها على مبادرتهم الكريمة بالأطمئنان على صحة سموه وتهنيئته بشفاء ونيابة عن مجلس الوزراء عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادة المجلس بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاجتماعات الحكومة بعد أن من الله على سموه بنعمة الشفاء داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والبناء لصالح الوطني والمواطنين وبمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على إتاحة فرص التعلم وتمكين الجميع من الحصول على التعليم الشامل وفق أفضل مستويات الجودة منوها سموه بما تحقق من منجزات مشرفة على مدى عمر المسيرة التعليمية في البحرين والتي تمتد إلى مئة عام وبإسهاماتها في استدامة التنمية بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تمكين ودعمه صغار التجار البحرينيين وأصدر سموه أمره الكريم إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة بعد ذلك أطمأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سير اجتماعات الفريق الحكومي مع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وأشاد سموه بالحس المسؤول والروح الإيجابية التي تميزت بها هذه الاجتماعات وتعاطي الجانبين الحكومي والنيابي الذي أدى إلى التوافق على أغلب بنود البرنامج وعكس الفهم المشترك بينهما مؤكدا سموه حرص الحكومة على استمرار التعاون البناء بين السلطتين وتكريس العمل الإيجابي المشترك مواجهة سموه الشكر إلى الفريق الحكومي في هذه الاجتماعات برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا استعرض مجلس الوزراء إنجازات الحكومة في المجال الإسكاني ومن أهمها تنفيذ خمس مدن إسكانية في آن واحد خلال الفترة 2015-2018 بالإضافة إلى عشرات المشاريع الإسكانية ورصدت لتنفيذها حوالي مليار وخمسمائة ألف دينار وتمكنت الحكومة من بناء خمسة وعشرين ألف وحدة سكانية المنبثقة عن الأمر الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكانية وقدمت أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة قرض بناء وشراء فيما رصدت الحكومة سبعة وثمانين مليون دينار لدعم أحد عشر ألف من المنتفعين من برنامج مزايا الحالي والجديد إلى جانب توفير ألفين واربعمائة وخمسين وحدة سكانية من خلال مشاريع السكن الاجتماعي بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى توفير ثلاثة ألاف وخمسمائة وحدة سكانية من خلال برنامج مزايا وحوالي أربعة ألاف وخمسمائة وحدة سكانية من خلال التعامل المشترك مع القطاع الخاص وذلك لغاية ديسمبر 2018 ليصبح إجمالي مساهمة القطاع الخاص حوالي ثمانية ألاف وحدة سكانية وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمراري في تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان التي تكفل استدامة الخدمات الإسكانية وملائمتها ومواصلة الجهود لتقليص قوام الانتظار في ظل الطلب المتزايد على السكن بسبب النمو السكاني ومحدودية رقعة الجغرافية وارتفاع تكاليف الأراضي وذلك خلال أطلاع المجلس على مذكرة سعادة وزير الإسكان بشأن مستجدات الملف الإسكاني الذي قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وفي سياق ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون كافة المدن والمشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الأمنية والدفاع المدني والخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية ومشاريعها بمشاريعها ومرافقها المختلفة حتى تكون الخدمات الضرورية دائما في متناول المواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية ثانيا استعرض مجلس الوزراء المناقصات التي طرحت وأرسيت خلال العام 2018 ضمن برنامج عمل الحكومة لدورة الميزانية لعامي 2017-2018 حيث تم الترسية 119 مناقصة لمشاريع بكلفة 278 مليون دينار في ثلاث قطاعات وهي الطرق والصرف الصحي والمباني فيما تم طرح 123 مناقصة بكلفة تقديرية 188 مليون دينار كما تم في العام 2018 طرح وترسية 21 مناقصة ضمن برنامج التنمية الخليجي بكلفة 243 مليون دينار من جهة أخرى فقد استعرض مجلس الوزراء 84 مشروعا قيد التنفيذ في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني وطلع المجلس على الموقف التنفيذي لها ومن أهمها مشروع استكمال الشارع الدائري بالمحرق والجسر الرابع الذي سيربط بين البسيتين وخليج البحرين وتطوير تقاطعي ألبا والنويدرات إلى جانب تطوير الطرق في حالة أبو ماهر والسنابس ومدينة عيسى وإعادة تأهيل جسر الشيخ خليفة بن سلمان وتطوير نظام المعالجة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات شبكات الصرف الصحي ومستشفى الرعاية لحالات الإقامة الطويلة ومجمع الإعاقة الشامل في عالي وغيرها ثالثا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الموقعة بين البلدين في أكتوبر الماضي وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وبالأخص تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بينهما وعبرهما الترانزيت وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة رابعا وافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن الخدمات الجوية بين أقليميهما وفيما ورائهما وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل الجوي خامسا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال خدمات النقل الجوي وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى مجلس النواب وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النظام الملاحة الجوية وتسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي سادسا بحث مجلس الوزراء مصادقة مملكة البحرين على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتعلق بدورية اجتماعات القمة الإسلامية وحال المجلس إلى اللينة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية سابعا ناقش مجلس الوزراء التصديق على اتفاقية حصنات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي وحال المجلس إلى اللينة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية ترجمة نانسي قنقر